نحن نعلم أن الذي جرى على الأرض هو مولد صبط رسول الله صلى الله عليه وآله هذا لا نعرفه ولكن ماذا جرى هناك؟ ماذا جرى عند العرش؟ ماذا جرى عند الملأ الأعلى؟ ماذا جرى في النار؟ وماذا جرى في الجنة؟ ماذا جرى للملائكة؟ وماذا جرى للحور العين؟ ثم من الذي أطلق على هذا المولود المبارك اسم الحسين؟ جاء في الحديث الشريف الذي رواه الصدوق في إكمال الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ولد الحسين بن علي علي عليهم السلام وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة أوحى الله عز وجل إلى مالك خازن النار أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجعه مرحبه وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيبها لكرامة مولود ولد لمحمد في دار الدنيا وأوحى الله تبارك وتعالى إلى حور العين تزيننا وتزاورنا لكرامة مولود ولد لمحمد في دار الدنيا وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أنقوموا صفوفا بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة مولود ولد لمحمد في دار الدنيا وأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل عليه السلام أن اهبط إلى نبي محمد في ألف قبيل والقبيل ألف ألف من الملائكة ألف ألف يعني مليون ألف مليون راح يصير لأنه ألف قبيل والقبيل الواحد ألف ألف يعني ألف مليون مليار أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل عليه السلام أن اهبط إلى نبي محمد في ألف قبيل والقبيل ألف ألف من الملائكة على خيول بلق خيول امتزجت ألوانها ما بين السوادي والبياض مسرجة ملجمة عليها قباب الدر والياقوت ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون بأيديهم أطباق من نور أنهنئوا محمدا بمولود وأخبره يا جبرائيل أني قد سميته الحسين